اليوم مديرية الأمن العام وعطوفة مدير الدفاع الوطني في الأردن ذكر أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحماية الحماية التي تحتاجها النساء المعنفات والمعرضات للخطر هي ليست فقط حماية أمنية ما بكفي أحطها في بيت أسمي دار الفتيات المعرضة للخطر يجب علي أن أضمن أنه داخل هذا المنزل أو داخل هذا المأوى هي بتاخد التعليم المناسب والبيئة المناسبة اللي ما بترجعها للمكان اللي هي كانت فيه وبنفس الوقت لازم يكون فيه شغل تاني على المجتمع لغايات قبولها وإعادة إدماجها أما أرجع الناس بعد الحماية 12 أربعة خمس سنين في ذات البيئة بتعرضوا لذات الوصمة وبعدين أقول أنه أنا وفرت لها حماية ليست هذه الحماية المطلوبة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية وكل الجهات المعنية وأنا بشوف أن الحراك في الأردن في هذه الاتجاهات واضح وصوته عالي يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية في توفير بيئة حداثية ومتقدمة لهؤلاء الفضاء